إذا كنت تجد صعوبة في قضاء الوقت سعيداً وأنت وحدك، حاول أن تتصالح عاطفياً مع الوحدة. الوحدة في حد داثها هي تجربة محايدة يمكنها أن تكون تجربة إيجابية إذا استطعت استيعابها أو التحكم بها. ويمكنها أن تكون تجربة سلبية إذا آمنت أن هناك شيء خاطئ يتعلق بك. الخطوة الأولى نحو شعورك بالسعادة وأنت وحيد هي أن تتقبل وتستوعب حقيقة أنك وحيد. وهذا لا يعني أن هناك شيء خاطئ يتعلق بك ولا يعني أنك غير مرغوب فيك أو غير محبوب. هو ببساطة يعني أن الآن العلاقات ليست محور حياتك ولا بأس في ذلك. ثانياً قم بتحسين علاقتك بنفسك. من الخطأ التفكير أنه لا يمكنك الحصول على علاقة دات معنا إلا مع شخص آخر. ولعل القول المأثور أهم علاقة قد تحصل عليها هي التي تحصل عليها مع نفسك. لن يكون أكثر اقتراباً من الحقيقة إلا عندما تكون في فترة ما وحيداً. لتوضيض علاقتك مع نفسك أبذل جهداً لمعرفة نفسك أكثر. اسأل نفسك ما الشيء الأكثر قيمة في الحياة بالنسبة لي. ما الذي أحتاجه أكثر؟ ما الذي أحتاجه أن يتم؟ ما الذي ينتظرني فيما بعد؟ عندما تعرف إجابات هذه الأسئلة، يمكنك البدء بتقديم الدعم العاطفي والتشجيع اللازم لذاتك لتحقيق أهدافك المحددة. ثالثاً، أطلق العنان لمشاعرك. عندما تكون رهن علاقة عاطفية جادة أو محاطاً بعدد كبير من الناس، ربما تلاحظ أن قائمة مشاعرك تبدأ في التلاؤم مع هؤلاء الأشخاص المحيطين بك. رابعاً، ضع خططاً مع نفسك. أحد الأشياء الأكثر صعوبة في بقائك وحيداً هو غياب الأحداث العادية التي قد تتطلع له وتنتظرها عندما تكون في علاقة ما. يكون سهلاً أن تخطط لعشاء ليلي معتاد. عندما تكون محاطاً بدائرة قوية من الأصدقاء، يكون من السهل أن تنظم لغذاء يوم الأحد. وعندما تكون وحيداً، يكون من الصعب أن تخطط لأشياء روتينية كهذه. من أجل إحباط أحزان لا خطط لدي، اختر بعض الأشياء لتقوم بها وقم بضمها لروتينك اليومي على سبيل المثال. ابدأ بالذهاب للمقهى المفضل لديك، مشياً على الأقدام كل صباح، وخد حماماً ساخناً من البخار كل مساء. من خلال خلق روتينك الخاص، تستطيع استعادة إحساس جملة لدي شيء لأتطلع إليه إلى حياتك مرة أخرى. خامساً، أثبتت علم الأعصاب أن اللمسة البدنية أمر هام للغاية لتحقيق الشعور بالسعادة والتحسن. ولأسباب واضحة في هذا الوقت من الحياة، ستكون بحاجة مهسة إلى ذلك عندما تكون وحيداً. ولتجنب التأثير السلبي لفكرة أن تكون وحيداً جسدياً، امنح اهتماماً خاصاً لتأسيس مشاعر بدنية في حياتك أينما استطعت ذلك، الطريقة الوحيدة للحصول على هذا من خلال العناق. إذا التقيت مرة حتى بزميل عادي، كن متأكداً أن تنهي اللقاء بعناق لطيف، ستعمل على تنشيط كيمياء السعادة في المخ. سادساً، كن فخوراً بنفسك. أحد أكثر الأشياء الجميلة في كونك وحيداً هو استطاعتك أن تعيش بمعاييرك الخاصة عندما لا تكون مرتبطاً بأناس آخرين. يكون من الأسهل أن تتوقف عن العيش لتلائم توقعات الناس كما يجب أن تكون. وهذا ما يفسح الفرصة لتصبح واضحاً من داخلك حول ما تتوقعه من نفسك بالفعل. تسمح لك معرفة ما تتوقعه من نفسك بالبدء بتحويل هذه التوقعات إلى أفعال حقيقية. وببعض الجهد تستطيع أن تتحق هذه التوقعات وتكون فخوراً بذلك. إذا وجدت نفسك وحيداً اجتماعياً، اتبع هذه الاستراتيجيات لتبدأ برؤية الوضع كفرصة لك. هذا هو وقت النضج وهذا هو الوقت المناسب لتصبح الشخص الذي تريد أن تكون عليه بالفعل. الحقيقة هي أنك لن تكون وحيداً إلى الأبد، وعندما تستعيد علاقتك بالآخرين ستعتز بذكرياتك في ذلك الوقت. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة